موسيقى 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 ما كان يهتمام؟ ما كان يهتمام؟ كان هذه الساعة بقي ما قد يكون شيئا ما نتمنى ونسؤولين أن يرى في هذه الفئة إلينا هذا هو إنجاز وإنجاز وذلك يضربون هذه البلاد ليس شيئا عادي ونسبة للهتمام لا أتمنى أن يأتي منهم ما نقوله إلينا ما نعلم هو أننا نقوم واصل للخدمة إلينا ونواصلون بروض المنزل ونحن نقوم بروض المنزل سواء كان يهتمام سواء ما كان يهتمام يجب أن يشوفوا في هذه الفئة هذه هي الفئة الخاصة التي يجب أن تشوفها أكثر الحمد لله وفقنا الله أننا فزنا به هذه الكأس أفروسيوية لأول مرة يتنظم في المغرب ويبقى في المغرب الحمد لله وشكر لله رغم بعض الإكراهات بعض المسؤولين كان يحضر كان يحضر كان يحاولنا كان يحاولنا كان يتمنى الأغلبية أنهم يعاونونا حيث مقبلين على استحقاقات مهمة وكس العالم بالأرجنتين بوينس آيريس لدينا فارق متكامل لدينا الجنة رائعة لدينا مدرب رائع لدينا عقلية بغير بح بغير يفوز لدينا خطط جميلة كنتمنى التوفيق وشكرا لكم على الحضور وكننا أريد أن أشكره حتى المسؤولين للمسؤولين 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 وللوغير لن يقلونا مادياً ولكن كل شيء مادياً معنوياً روجيستيكياً كل شيء لأننا نحتاج المساعدة للمغربة غريبة. وبالضبط المسؤولين اللي احتى همرهم مسؤولين كنتمنى انهم يحسوا غير بهذا الفوز وهذا الكاس اللي ربما يلا شافوه. انهم يحرك شوي فيهم غير مشاعر ديال الروح الريادية وديال تام غرابية مغاربة. كنتمنى لهم التوفيق كدلي كنتم مسؤولين ولينا حنايا. الحمد لله وفقنا الله على هذا الفوز. شكرا لكم كمنابر اعلامية على الحضور. وكنتمنى ومنكم كمنابر اعلامية انكم توصلوا الصوت ديالنا والرسالة ديالنا اننا قادرين اننا نقولوا ونقولوا كلمتنا في الاستحقاقات المقبلة في كاس العالم بالارجونتين ان شاء الله. كنتمنى لخير لقدام المغرب والجامع المغاربة كاملين. اول حاجة نشكر كنشكركم كصحفي اللي حضرتوا اليوم فاضنار هذه الوليدات. كنشكركم جزيلا شكر لانهم كي يسألوا ان الناس دعموهم والناس يشعون. هذه من جهة من جهة من جهة كما شاف الجامعة كانوا في المستوى حقنا نتائج ايجابية حقنا اول كعس افرو اسيوية اللي تنظمت في البلد ديالنا وبقت في البلد ديالنا. هذا مجرس من فارغ جامل الشياء ديال الوليدات اللي من اول نهار بديت معاهم مثل اخر نهار دراري تضحي ودراري اللي كيك يعني الحلم ديالهم الكبير هو هي مثلوا الرأي المغربية ويكونوا قدل المستوى. الحمدول الله كنا في المستوى ديال ديال الوليدة تعدوا لانهم لازمهم دعم لازمهم دعم كبير لانهم كي يعطوهم نجيبهم. احنا يا غير باش تقوم بمثلا بحيطة تدريبية وجمع فيها دراري كاملين خاص كثنا شهر باش يتجمعوا لك لانهم مكيتوفروش على على الفلوس باش غيتنقلوه عند كل اسبوع. هذه من جهة من جهة اخرى المعدات اللي كيتتربو بيها واي حاجة كتكون. يعني كتكون الا الشخصية ديال اللاعبين وديال سطاف اللي معي. كنشكر سطاف على عصومت عبدالله بارا المساعد ديالي والاخ راشيد فلالي اللي كانوا معي فضل دولة دفترة هذه. احنا مقبلين ان شاء الله عليك عز العلم. هيكون في دولة الارجنتين في شهر ديال نوفمبر ان شاء الله كنتمنون نكونوا عند حسن الطن. متطلعات ديالجموار المغربي. اللي اللي بنتاج ايجابية معها في هذه القيصة القائمة. كنتمنون ان شاء الله ان شاء الله كانت سنا من اسالي هذا الاسبوع هذا. باش نديروا جلسة مغلاقة مع اللاعبين. ونعرفوا ان شاء الله المرحلة المقبلة شونو يكون فيها. فريق المغرب فريق جيد. فريق متمرس له خصوصية خاصة. بالجانب الفريقي والالاسوي. فالحمد الله والشكر جينا ولعبنا وقدمنا مستوى راح. خصة مع الجانب المغرب. فريق كان فريق 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 له نديته وقوته وشجاعته. ولاعبين على مستوى يعني رفيع. والحمد الله والشكر. اما الجانب الاستقبال والحفاة والتقدير يعني اللسان عاجز. من شعب مغربي شعب طيب شعب محب للخير والسلام. رب ان شاء الله يحفظه ويخليه ويخليهم ان شاء الله الملك السادس خيمة ورعاية ان شاء الله للشعب هذا الطيب. يعني بنيابت عن شعب العراق يعني اتمنى لهم ان شاء الله السرور والسعادة والتقدم والازدهار البلد الحضارات البلد المغربي. رب ان شاء الله التوفيق لجميع. موجة تنسى قبل الشعب المغربي اللي. المغربي قلت لك لساني عاجز والله. لساني والله حصلة بداخلي. يعني اننا ناس طيبين بشكل. من دخلنا بالمطار بالحافلات بالاسواق بالملعب هذاك التشجيع وهذاك الادب وهذاك الاحترام وهذاك التقدير من جاء اي اي وين مكان. رب يحفظهم على محبتهم واخلاقهم وكرمهم وطيبهم. موسيقى موسيقى